اشتركوا في القناة الاتحادي الافريقي دخول اللعب جدا من نسبة الفريق البركاني وهذه خطيرة هنا مرت على اسماعيل ومرت على خطير وبعد يوسف ضايوف التعطية هو التسرى الامامية في اتجام يوسف الفحلي لكن التعطية الدفاعية من يوسف الفحلي وبالتالي ضرب حورة لفائدة الفريق على حساب فريق كونغولي منتخبات عديدة في افريقيا لكن بركان لايسر مرر والمهدي اوبيلا سدد بيخوض مباريات خارج عرضية الميدان والمساوي يبعد الكورة بالرأس الروكنية ضعت هذه الكورة من المهدي اوبيلا رجعت مرة معيلي المقدم تلعب هذه الروكنية برافو بكر فريق يصل لنهاء الكاف وفريق يصل الى الفريقان مغربيان واحد في الكاف وواحد في الشامبيانزلي من الجياليوم مراوغة من الموسيلي يرفع موسيلي وجدا شوفنا شوفنا الاعادة العرضية من موسيلي وشوف غير معقول تل اطول يا يوسف ويا ضعيوه مع ذلك تمشي الكورة من جديد الوان تو هنا الحكم خلال امتياز للعبي في حاضران ترفع دي الكورة والرأسية ولكن ساوي مرة اخرى يرفع داخل منطقة جزاوي يوسف الفحلي الفحلي العرضية الرأسية ولكن لازلت 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 تورايا المساوي في العرضية ولكن العربي كان في وضع التسلل رجعت مرة اخرى هنا التصرر وملا التصرر من هذه النقطة بايران سيلورتش هي السنماية الكورة تعطيها بحد السفر واثنين واحد ليس الى لن تكون جدا نحو اللي تتويج بينما الكورة خطيرة اوو دايو حمز الحمياني برافو واعتقد ان الانطلاق الفعلية للحابية مرت هذه اوو خطيرة اوو دايو 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 لكن قبل ذلك حمز الحمياني بالسلام شادراك يحاولي مر شادراك ولكن فيها دربة مرمى شادراك هذي من سرعة المواجمين خطيرة دايو برافو اوو تدخل مثالي تدخل خيالي من طرفي دايو تدخل مثالي من طرفي دايو ويمكن ان اقول هذا ابرز تدخلي دايو في هذا الموسم هذا هو دايو الذي اعرف تموي في هذه اللحظات هوتو هوتو مرت عالية لحسن الحد هذه الدربة الحرة الكرة مرت على ايتريا ولكن الماضية تلعب هذه الدربة الحرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء بالرأس بالرأس الابعاد الى التماس الكرة مقطوعة بعد ذلك لازلت صعبة لازلت صعبة الحمياني برافو الحمياني برافو الحمياني انت البطل حتى الان تصدي يمكن نقول بطولي بالنسبة لحمز الحمياني لو لا الحمياني في مباراة اليوم لكان اورلاندو على قل فايز واحدة واثنين سفر يعني غلطة كبيرة في القرية والحمياني من يتابع الكرة الثانية خطيرة جدا طلع يا بكر طلع يا بكر ممتاز ممتاز الحمياني غلطة كبيرة مرة أخرى ومن ينقذنا هو حمز الحمياني بكر الهلالي وصل متأخرا في لقطة السد في مراوغة وفي عرضية والرأسية الرأسية حاول فيها لعبة الشرقي البحري ونعتقد يا فلورون يا إبنغي حان موعد التغيير فلورون إبنغي حان موعد برموسي السحيرة بيطلك البرموسي شكرا هذا المنظم هناك لقطات لا تأتينا نحن كمشاهدين ربما يوضح لو الفار أو حكام الفار لقطات أخرى بينما هذه الإعادة أو التدخل الماضي التدخل الماضي كان أنا أتلقيت مع الإلترا واحد السفر لكن المباراة لم تنتهي بعد هذا ويوسف الحارس في جهة والكرة في الجهة المقابلة البراكنا بعد طول انتظار وبعد طول معاناة يسجلون يهدفون في هذه الأتنان من ركلة الجساء ولكن دائما نقول بين المباراة لم تنتهي بعد لا يسددش لا يسددش لا يسددش لا يسددش يا شباب لا يسددش والحمياني غير معقول الحمياني غير معقول غير معقول غير معقول هدف يأتي في الدقيقة 117 هدف يأتي في الدقيقة 117 يعني كرة غريبة تستقر في شباك مرمى حمز الحمياني مشاهدي الكرام كنا في غينا تماما عن مثل هذه الكرات يعني طريقة كيف دخلت الكرة غريبة يعني لم تسدد بقوة مرت أمام جل المدافعين والحميان في ناتا المطاف تفاجأ بها الكرة في ناتا الأمر تستقر في الشباك على بعد دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من الشوطة الإضافية الثاني الإعادة مرتها أخرى للكرة الماضية لاستلام بيدها الكيفية أوه غريبة يا دايو أوه غريبة منك يا دايو شوف ركزوا معي جيدا على دايو مدفع جيلي جيلي هذه لحظات المساوي سجلي لورش يتقدم لورش وخمسة الزغودي يتقدم الزغودي حمياني ما بص الحمياني حمياني إسماعيل إسماعيل المقدم المقدم سجلي خوري حمياني كورتك كورتك الحمياني راليسي كازوي البحراوي البحراوي جدا خوري ما بصدتك شيف رائع شكرا